جمعة أخرى من فصل الحركة الشعبية المطالبة بالتغيير الشامل آلاف الجزائرين ينزلون مجددا إلى شوارع مدن جزائرية مختلفة في الأسبوع الخامس وثلاثين من عمر الحركة الشعبية هتافات وشعارات المحتجين لم تختلف عن سابقاتها في ظل حضور أمني مكثف رفع المحتجون شعارات تطالب برحيل جميع رموز نظام بوتفليقة إضافة إلى المطالبة بإطلاق صراح جميع الموقوفين على خلفية المظاهرات التي شهدتها البلاد على مدى الأشهر الأخيرة كما طالبت مسيرة الجمعة الحاشدة بضمان حرية التظاهر ووقف جميع أشكال التضييق ضد المسيرة الشعبية اللافت الذي حملته مظاهرات الجمعة تأكيد المتظاهرين على رفضهم لمضامين قانون المحروقات المثير للجدل القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء الجزائري يعتبره المحتجون بمثابة بيع لثروات الباطنية لفائدة المقاولة الأجنبية مظاهرات حاشدة تأتي رغم الانتشار الأمني الكبير قوة الأمن الجزائري انتشرت بشكل كثيف في أبرز شوارع العاصمة وشددت عناصر الشرطة من آليات المراقبة على مداخل العاصمة الجزائر لمنع دخول متظاهرين قادمين من ولايات جزائرية أخرى وتأتي مظاهرات الجمعة في ظل استعدادات السلطة الجزائرية لتنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد كما تأتي أيضا إثر دعوة شخصية سياسية بارزة بضرورة اتخاذ قرارات سياسية للخروج من نفق الأزمة الراهنة ووجهت هذه الشخصية دعوة غير مباشرة بضرورة تأجيل الانتخابات الرئاسية بسبب غياب توافق وطني وفق بيان صادر عن هذه الشخصيات